اشتركوا في القناة والممرضة بالقيام بعدد من التحاليل الأخرى بعضها يطلب من جميع السيدات مثل تحاليل سكر الحمل وأيضا تحاليل متلازمة داول وأيضا تحليل فيروس نقص المناعة البشرية قد يطلبها مجموعة من الدكاترا المتخصصين في النساء يعني في تخصص النساء والتوليد وبعض التحاليل الأخرى يتم طلبها طبقا للآتي مثل عمرك قد يعني يكون عمرك مثلا 35 ممكن يطلب طبيب نساء والتوليد بعض التحاليل الأخرى المضافة إلى التحاليل الطبيعية العادية وأيضا التاريخ الطبي الشخصي لك وأيضا قالبا يكون التاريخ الطبي الشخصي للعائلة نفسها أيضا وأيضا نوع الخليفة العرقية أو نوع الجنس البشري أو نوع التطور البشري وأيضا يحتاج إلى نتائج التحاليل التي تكلمت عنها في السابق وهي تحاليل طبعا روشونية مثل تحاليل سكر الحمل أو متلازمة داون أو فيروس نقص المناعة أو بعض أنواع من التحاليل الأخرى مثل تحاليل معرفة إذا كنت أخذت أنواع من الأمصال التي تم في السابق أعطائك مجموعة من الأمصال التي تساعدك على الحماية من أمراض في المستقبل ممكن يشيك عليها الدكتور أو يلاحظها أو يعطيها نوع من أنواع الاهتمام أو تختصر نوع من أنواع الاحتمامات أو الفعوصات في فترة الحمل إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب وإن شاء الله نشوفكم في ترس خادم ترجمة نانسي قنقر